تزامناً مع الأحداث في غزة الحقيقة وكقطع كبير من الشعب المصري قرر أنه يقاطع أي منتجات لأي شركات بتدعم الكيان الصهيوني بالتوازي مع ده بطرينا ندور على المنتجات المصرية في الأسواق علشان نستخدمها بديل لهذه المنتجات المستوردة اللي احنا مش عايزين نستخدمها دلوقتي فكان صنع في مصر العنوان العريض اللي الناس كلها بتدور عليه كل الناس بتسأل بعض تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي كان حديث الناس واحد لو جربت منتج مصري جوديته كويسة يريد تتفضل تحطه لنا كصور وتقول لنا رأيك فيه وبتالي حتى الشركات تستجيبوا ويحصل كده حالة من الرواج أكيد حضراتكم تبعتوها وبقيت الشركات المصرية تفتخر بنفسها وتفصح عن نفسها وتكتب على مواقعها على التواصل الاجتماعي بكل فخر صنعة في مصر طيب الحقيقة انه كل ده هيخلق منافسة وسوق كبير للمنتجات المصرية وده مطلوب جدا في الايام دي ومن زمان الحقيقة مع الوضع الاقتصادي ويعني ده كان المفروض انه يحصل ونبتدي ندعم ونطور منتجات بلدنا خلينا نتكلم مع حضراتكم ونفتح هذا النقاش مع دكتورة مريم محمود عضو مبادرة إبداء لتطوير الصناعة المصرية أهلا بحضرتك كيرا أكتر أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين لو نعرف الناس ببساطة عن مبادرة إبداء ودورها في دعم المنتجات المصرية هي مبادرة إبداء بتهدف لإيجاد كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية كانت صناعية طبعا فبنشتغل على كل مقاومات قطاع الصناعة الحقيقة احنا كان عندنا رؤية استباقية أن مع الظروف العالمية والتطورات اللي بتحصل لازم يبقى في صناعات مستدامة صناعات تلبي احتياجات المستهلكين في مصر فاشتغلنا على كل مقاومات قطاع الصناعة بدءا من العنصر البشري احنا بنعمل دورات تدريبية للعمال فيها مهارات مهنية وفنية وكمان مهارات حياتية وانهما ازاي الدورة عملوا مع المشكلات بنعمل كمان تدريبات للإداريين